موسيقى السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع عمر دايجزر ايه الأخبار يا جماعة؟ ان شاء الله جمعين بخير في هذه الأموال الأجواء والنهاردة عايزة اتكلم معكم عن موبايل من الفئة المتوسطة يعتبر بجيت فون بيقدم لك قيمة كويسة بفكرة أنه سعره لطيف ولكن بيقدم لك مميزات مش هتلاقيها غير في الموبايلات اللي اغلى منه بكتير الموبايل اتكلم عليه النهاردة من واوي طبعا نوابي عندها خط اسمه نوفا ولو متابعين احنا عملنا ريفيو لكزا موبايل من خط نوفا موبايلات دي تقدم قيمة كويسة جدا وسعر لطيف اتكلمنا عن نوفا 5T اللي هو شبه جدا موبايل ده لو شفته لأهول وأهلا و اتكلمنا من فترة مش طويلة على النوفا 7 5G والذي هنتكلم عليه النهاردة هو العضو الجديد تماما في عائلة النوفا وهو نوفا 7 SE 5G لا تخبضش في الأسامي هنا فيه SE في الموضوع والذي على الفكرة كمان يعتبر سعره اقل من النوفا 7 5G اللي حكينا عليه من فترة و اعرفكم دهاتي الفروقات ما بين الاثنين بالضبط ولكن قبل ما ابدأ لا تنسوش تقعك العنيف يريد التشارك في القناة اتشغل جرس تنباد عشان معانا في كل فيديوهات جديدة اول بأول اوكي مبدأيا خلينا نكلم على التصميم و سيما شايفين الشكل اللي انا يعتبر مألوف الموبايل شابه جدا النوفا 7 5G اللي كلينا علي من فترة والشكل واللون ده كمان شابه جدا النوفا 5T نفس اللون البنفسيجي اللي فيه زي سبوتلايت كده و طبعا كلمة نوفا مكتوبة و منقوشة في الضار الشكل مختلف يعني اللطيف و مميز فيه بروز خفيف جدا لاربع كاميرات انا نكلم عليهم بعد شوية عن الضار واعتقد ان الضار والفريم هنا مصنوعين بلاستيك لكن موبايل مصنوعه كويس جدا و مسكته في الايد لطيفة او على فكرة الناس اللي ملقاش في اليون البنفسيجي ده فيه الوان تانية كمان فيه لون سلفر و فيه لون تاني اخضر الاخضر شكله لطيف برده بصراحة و من ناحية الشاشة فعندك هنا شاشة بتعتبر كبيرة 6.5 انش لكن حجم الوايل نفسه مش كبير عشان البازلز هنا تعتبر صغيرة جدا داير معدور عندك بس جوز تحت صغير كده بازل سفلية لكن مش ضخمة و عندك فتحة في شاشة هنا للكاميرا الامامية سوف نتحدث لكم بالتفصيل عن الشاشة هنا الشاشة هي 6.5 انش من نوع IPS LCD و هناك فل اتش دي بلس والشاشة كويسة جدا شاشة كل حاجة فيها واضحة شارف و الدرجة سطوع و الشاشة عالية لا يوجد أي مشكلة في استخدام هذا الموبايل في الشمس في أشيعة الشمس المباشر وبالنسبة للصوت فالنوفا 7 SE 5G يسمى واحدة مونو من الأسفل صوتها عالي و واضح لا يوجد نغمشة حتى بتعليها على الآخر لكن الصوت هنا مولوم ليس استيريو والسماعة مكانها ناحية اليمين فليس ستكتمها بسهولة و انت بتلعب الموبايل مثلا جيمز او تفرج على الفيديوهات لكن هناك ميزة موجودة في الموبايل ليس موجودة في النوفا 7 5G و هناك مدخل 3.5 ميلي و هذا شيء ليس موجودة في النوفا 7 5G في البصمة كانت الشاشة OLED و هناك شاشة LCD في البصمة موجودة في زرار الباور و هذه البصمة سيعتمت عليها بشكل كبير جدا ولكن تبسك الموبايل بسكتك الطبيعية تفتح بسرعة انا بحب النوفا بصراحة و دلوقتي نحن نتكلم على المواصفات و زي ما تعرفين سلسلة النوفا ليست أعلى سلسلة من واوي هذه سلسلة نشوف منها الدرجة التانية فالمواصفات هنا هتديك أداء كويس و في نفس الوقت هتديك شوية حاجات من اللي مش هتلاقيها غير بس في الفلاق جيبز فالنوفا 7 5G SE بيجي مع بروسسور من نوع كيرين 820 بتاع تفاكر بروسسور 7 نانومتر و يعتبر أداء كويس جدا في الفان المتوسطة موبايل بيجي مع 8 جيجا بايترام و مزاكرة داخلية 128 جيجا و في حاجتين مهمين هتديك البروسسور ده رقم واحد دي حاجة مش هتلاقيها غالبا على أي موبايل بالسيرة ده و حتى كمان أعلى شوية وهي 5 جي موبايل بيجي عن تماما 5 جي ليه دي حاجة مهمة؟ عشان موبايل بيجي سياره حوالي 110 دينار معدل تقريبها دين 350 دولار و هتخد معاك كمان هداية زي ما احكي لكم بعد شوية وبالسير ده هتخد انت هتخد انترنت بسرعات مهولة زي ما هتشوفوا الآن نعمل سبيد تست 500 500 600 700 800 و بيعدي كمان شايفين دخلناها في 900 و هتخد كمان يمكن على الوان جيجا فعادي جدا بتاخد سرعات مهولة موبايل سعره زي ده عندك سرعات خطيرة لانترنت في جيبك تعمل داول نوت تعمل أي حاجة فدي حاجة ممتازة و تفتح 5 جي فيها كبيرة جدا من الناس انا شايف حتى انت مش عايز تشتري موبايل ده كموبايل الاساسي اعتبر موبايل لطيف جدا كموبايل سعنوي انك تحط فيه كارت 5 جي بذات الاشتراكات دلوقتي نزلت جدا و تستخدمه عشان تعمله هوت سبوت و يبقى هو للداتا بتاعتك و الموبايل للمكالمات سرعات الانترنت هنا زي ما شفتو خطيرة الحاجات الثانية الهدهالك البروسيسور هنا او المواصفات عمدت ان هي اداء يعتمد عليه ما حاستش باي تقطيعات او تهنيجات وانا بستخدم الموبايل كل حاجة كانت سالسة وانت بستخدم اي امبليكيشنز او غيره وطبعا مش فلاكشب ليبل ما زال برضو هنا الرفريش ريت 60 هرتز طبعا حاجة متوقعة جدا على السر ولكن ما فيش اي مشاكل وحتى في الجيم زي ما شايفين باب جي هنا شغالة على الهاي وثالثة جدا ننفش حاسس باي تقطيع او حاجة غريبة عادي تقدر تلعب لعبة اي لعبة من غير اي مشكلة وبالنسبة للبطارية في النوفا 7 SE بيجي مع بطارية حجمها كويس 4000 ميلي امبير هتكمل معك اليوم بشكل كويس لكن طبعا اذا مش بيستخدم ال 5G بشكل مستمر اللطيف ان فيه توجل في الـ Quick Settings لكي تطفي ال 5G او تشغل الوقت من انت محتاج طبعا خليه مطفيه طول ما انت مش بيستخدمه اللطيف كمان في الموضوع البطارية هنا ان الموبايل ده بيجي مع الشاحن السريع بتاع واوي الـ 40W سوبر تشارج ده يشحلناك البطارية تريبا 70% في نصف ساعة وفول تريبا في ساعة وشوية فدي برضو حاجة كويسة جدا على موبايل من الفئة دي اوكي خلينا نكمل دلوقتي بقى على الكاميرات النوفا 7 SE 5G شابتنا ده يأتي مع اربع كاميرات عندك كاميرتين أساسيتين وكاميرتين تانيين يعتبروا مساعدين الكاميرا الأساسية هي 64م رقم استحاولها وعندك كاميرا الثاني 8م هذا كاميرا التانية ألترويد كاميرا الثانية ماكرو وكاميرا التانية ثانية عمل وكانت نتاجك في التصوير الكاميرا الأساسية اليسر كثيرا ويعتمد عليها الكاميرا دي ستحديد سور شارب وفيها تفاصيل كتير نظرها 64م والدينامي كرينج كمان مش سيئ وطول ما فيه اضاءة كويسة حواليك طرح تطلع صور ممتازة بسهولة من غير ما تبزل اي مجهود هتلاقي مش انك تعمل زوم في الابليكيشن ولكن طبعا ده كله ديجيتال هنا كله كروب من السنسور الاساسي عشان حجمه كبير كاميرا الوايد انجل برضو مش سيئة ابدا فيه فرق صغير في الوايد بالانس ما بين الكاميرا الاساسية وكاميرا الوايد وطبعا مش هتلاقي نفس التفاصيل بتاعت الكاميرا الاساسية هتفقد شوية من التفاصيل وشوية من التفاصيل في الضل كده دي انا مي كرينج اقل شوية لكن الديو بتاع كويس جدا واكيد كاميرا مكملة لطيفة جدا للكاميرا الاساسية انا عم نفسي ماليش في الماكرو بستخدبش الكاميرا دي اوي ولكن كتجربة سريعة كده جربت صورة وطلعت بصراحة مش سيئة طلعت التفاصيل تعتبر كويسة على حجم الميجا بيكسل الكاميرا اللي فاجتني هنا بصراحة هي كاميرا السيلفي الكاميرا دي 16 ميجا بيكسل ونتاج بتاعتها بصراحة ممتازة يعني على الكاميرا دي يعني كويسة جدا جدا فيه تفاصيل كتير والادش دي ار مش سيئ وكاميرا يعتمد عليها جدا انا مجرد بتاعش في الإضاءة المنخفضة ولكن بالنهار بسهولة هتطلع سيلفيز ممتازة وانكن احسن بكتير من الموبايلات اخرى من الموبايل ده في جانب السوفتوير طبعا تعرفين المشكلة بتاعت جوجل وما زالت طبعا مشكلة قائمة الموبايل ده بيجي مع اندرويد 10 واي ام يو اي 10.1 واللوقتي الموضوع بقى انك تدور على الابليكيشنز اللي انت عايز هيأسهل بكتير من الاول مع واوي بالزالت مع الخاصية جديدة اللي ضيفينها بقالهم فترة اللي اسمها بيتل سيرش طبعا هي بزالت ام يو جوجل مش مدعومة بشكل رسمي لكن الوقت هتقدر تنزل بسهولة جدا تويتر انستجرام فيسبوك سناب شات كل الابليكيشنز اللوكال عندنا هنا كل الحاجات هتقدر تنزلها بسهولة عن طريق الوجت تحت سيرش هنا اسمها بيتل سيرش اكتب بس اسم الابليكيشن اللي انت عايزها خلية مثلا ندور على كالوف ديوتي مباشرة هتطلع لك كالوف ديوتي الابليكيشن اللي انت عايزها وتقدر تعملها انستول من هنا وبشرة رغم انها جايلك من ماركت غير بتاع واوي هنا جاي مثلا من اي بي كي بيور لكن السيرش ده بيلملك كل الابليكيشنز من كل الماركت الثاني عشان انت رايح بالك وانستول من هنا وبشرة فضيح حركة لطيفة الاب جالري بتاعت واوي مع البتل سيرش مع دين الوقت اكتر من اثنين مليون ابليكيشن وانتمنى الموضوع ان شاء الله يتقدم ويزيد اكتر واكتر بشكل عام زي ما انت شايفين واوي بقيت دخلة في فئة الفايف جي في الاسعار المتوسطة بشكل كويس جدا مع سلسلة النوفا كلمنا نارده على الاس اي وبكاية كلمنا على السيفن فايف جي في فرات ما بينهم مش كبيرة لكن فرق في السعر برضو لطيف ده اغلى شوية ده ارخص شوية هنا كاميرا مئة اثنين وثلاثين هنا ستاشر تسعمائة خمسة وتمانين هيتهم مئة وعشرين هتلاقي حاجة مناسبة ليك اذا انت بتدور على الموبايل فايف جي اكيد مع واوي النوفا سيفن اس اي فايف جي بتده يتوفر عندنا في الكويت هنا اضطرر المسبق وهتاخد معه دي سماعات فري ليس لطيفة جدا شايف نعمل الموبايل مباشرة استملكم لينك في ديسكريبشن اذا حبيت تعرف عنه تفاصيل اكتر او تدخله في الـ Pre-Order تستفيدوا من هذا العالم وبس دي كانت كل حاجة محتاجة تعرفها عن النوفا سيفن اس اي فايف جي غالبا ارخص موبايل فايف جي جرهمتو الحد دلوقتي لو اعجابكم الفيديو اتناسوش عايق العنيف يريد ان تشتركوا في القناة ونشغلوا ورس التنبيات حتى تكونوا معنا في كل فيديوات الجديدة اول باول يريد ان تابعوني على الانستغرام في فيسبوك و تويتر او تلاتي تحت الفيديو شوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي سلام